إذن في متابعة لأخبارنا وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيزا لسيادة القانون منح مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017 منح المحكمة الحق بأقد جلسات متتالية وأخرج أوقات الدوام الرسمي كما نص المشروع على إقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من أجل المنفعة وبموجب المشروع يتم التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الإلكترونية تفاصيل أوفو في هذا التقرير لتوفير بيئة عمل سليمة تعكس سرعة وتطوير إجراءات الدعاو الجزائية وتعزيز الضمانات المحاكمة العادلة والوصول إلى سياسة عقابية فقد جرى تعديل مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 2017 وكانت التعديلة شملت أولا إلغاء عبارة العلاقة القوية والاستعادة عنها بعبارة شريكا أو متدخلا أو محرضا عليه ثانيا يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب المشتكى عليه ثالثا يحق للمدعي العام التحقيق في الجنايات إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب النائب العام المختص رابعا للمدعي العام حق في رفض سماع شهادة أي من المجنيين عليهم على أن يكون قرار رفضه بسبب خامسا يجب تدوين إفادتي كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها سادسا إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهرا واحدا سابعا يحق للمدعي العام إسقاط الدعوة العام وإرسال الأوراق فورا إلى النائب العام إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرما أو إذا كانت الأدلة غير كافية